اشتركوا في القناة الاتحاد المصري بصراحة يعني ولكن اللي عملها الاتحاد الافريقي على موعد مباراة الزمالك وسجرادة في الكونفيدرالية قدمها يوم وده عادي وطبيعي وحصل كل الاندال مشاركة في كل البطولات الافريقية حصلت معها مثل هذه الامر ولكن بعض الاصوات بدأت تتكلم وتقول ان لو منتخب مصر خرج من كاس الامم الافريقية يتم استقناف الدور دوري عادي طيب بالعقل وحضرتك وانت بتطلب الطلب ده ما فكرتش ان معظم اندية الدوري عندها لاعبين محترفين بيلعبهم في منتخبات بلادهم في كاس الامم الافريقية يعني من الممكن يعني هل من الممكن ان تكمل هذه الاندية الدوري بدون اهم اللاعبين الاجانب ده حتى يقلل من مستوى قوة المسابقة وبالطبع طبعا بيخل بمبدأ تكافؤ الفرص مع الاندية اللي ما عندهاش لعبة دولية وهنا انا لازم اشيد بقى بالجانب الاخر برد الحاج عام الحسين على الموضوع ده لانه كان عقلاني جدا وحقيقي ومنطقي بالمناسبة وقال في تصريحات ازعية قال لا جماعة انا لا استطيع اجراء اي تعديلات لان الاندية قد يكون لديها لعبين في منتخبات اخر وبالتالي ليس من المنطقي ان نحرم هذه الاندية في وقت الاجندة الدولية من هؤلاء اللاعبين ونكمل احنا بقى مباريات كاس مصر والدوري والربطة والكلام ده كله لكن الربطة ممكن بعد ما يخلصوا الكلام ده كله سيتم استقناف الدوري لما اللاعبة كلها تبقى موجودة لما بيكون في حاجة عقلانية الحاجة عامر بتكلم بمنتهى العقلانية وبمنتهى الاتزان الحقيقة في مثل هذه الامور فلما بيكون في حاجة عقلانية لازم نتكلم ونقول ان في رد ايجابي من المسؤولين في اتحاد او من احد المسؤولين في اتحاد هو غالبا بيكون الحاجة عامر ولكن لما بيكون بنقول مش دايما يبقى انتقاد 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 المترجم للقناة